سيادة النائب أستاذ عصام بيقول في نوفمبر وارد يبقى في انتخابات بس أنا حسب ما قرأت هناك تصريح شعير للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بيقول إن هذا البرلمان مستمر ليناير 2021 هو ينفع نعمل انتخابات هو لازم الانتخابات تكون قبل بداية المجلس الجديد ب60 يوم أو قبل نهاية المجلس الحالي ب60 يوم وتقريبا يعني نوفمبر أول نوفمبر لازم هيكون في انتخابات ومفروض أن من دلوقتي لغاية التاريخ ده وقبله كمان بشوية هيكون التشريعات السياسية الأهم اللي هي مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية هيكون البرلمان ناقشها وطرحت في المجتمع وحصل حوالين منها حوار مجتمعي لأنه بناء على القوانين دي هتجرى كل الاستحقاقات الدستورية اللي حضرتك أشارت هل حضرتك القيمة ولا الفردي طبعا أكيد نظام الانتخابات وهل نسبة القيمة كام والفردي كام ده هيفرق تقسيم الدوائر الجديد لأن طبعا لو حصل أنه نسبة القيمة بقت نسبة كبيرة والفردي بقى النسبة أقل فده معنا أنه ممكن الدوائر هتوسع صحيح احنا في انتخابات 2011-2012 بعد الثورة لما كان فيه قوائم بنسبة كبيرة كانت الدوائر ده وصلة الوحيد الجيزة والوحيد أد اللي احنا انتخابنا بيها انتخابات 2015 دي تقريبا يمكن أربع مرتين فده معنا أن احنا يعني داخلين على أولا قوانين جديدة لتحكم العملية الانتخابية وداخلين على تقسيم دوائر جديد وفي الحقيقة يعني أنا برضو على فكرة الأحزاب أن الأحزاب تبقى بتظهر بس مع الاستحقاقات الانتخابية يعني أنا وجهة نظري أن ده بيفقدها مصداقية عند الرأي العام لأنه في الآخر احنا مشكلتنا أنه التمثيل السوري اللي كان موجود للأحزاب قبل ثورة يناير خلى الأحزاب ما هياش حقيقة وبعدين كان معظم الوقت بيحصل اتفاق على حصص معينة سواء للأحزاب أو للقوال اللي كانت موجودة فما كانش فيه يعني لا عملية انتخابية حقيقية ولا كان فيه ما يضطر الأحزاب وقتها أن هي تتواصل مع القواعد الشعبية وتبقى قوة سياسية حقيقية مستخلال خمس سنوات سيادة النائب أنا مش شايف أي نشاط ما هو اللي حصل بقى حاجة أنه لما قامت ثورة يناير كان فيه تجارب حزبية جديدة وكان فيها يعني أنا مصرين أحرار مصرين أحرار والمصر ديمقراطي وكان فيه كان فيه حركة والأحزاب دي لأنها يعني كانت مرتبطة بسورة وناس موجودة في الشارع فهي جات من تواصل مع المواطنين وحصل أنه كان فيه إنجاز التعبير يعني تجارب حزبية جديدة مبشرة لكن بداية اللي حصل في المرحلة الانتقالية الأولى والإخوان وهيمنتهم وأنهم نقلونا من فكرة ثورة ومطالب للإصلاح لفكرة الحفاظ على الدولة وأن بقيت الدولة نفسها في خطر فده وقف يعني معظم المبادرات يعني أو المحاولات طبيعي حتى كنت في مرحلة الدولة لازم تستعيد كيانها لكن حصل كمان إنه لأن إحنا ما عندناش فكرة العمل الجماعي فالأحزاب اللي طلعت اتقسمت هي نفسها داخليا وحصل خلافات يعني لو إحنا بنتكلم على أن في أحزاب مفجرة من الداخل لازم يحصل اندماج ما بين الأحزاب المتشبهة في البرامج أنا بقول لك لكن ده من أصعب ما يكون لأنه على مستوى الحزب الواحد لما بيحصل أي خلاف في وجهات النظر الحزب الواحد ممكن ينشق لكيانين وممكن كمان لتلت كيانات فده مخلي أنه إحنا وإحنا بنقول قوة معارضة على سبيل المثال يعني كعنوان إحنا ما عندناش الوصف ده إحنا عندنا قد يكون أشخاص معارضين بيعبروا عن وجهة نظرهم لكن ما عندناش قوة سياسية معارضة وتمتلك برنامج بديل يعني يعني إحنا ما عندناش يسار دلوقتي يعني بالمعنى القوة السياسية أنه عنده قواعد شعبية وأنه عنده كوادر قادرة على خود الانتخابات يعني كالسه أستاذنا بيتكلم عن فكرة أنه وده حصل في الانتخابات اللي فاتت أنه أول ما بيجي الاستحقاقات الدستورية الأحزاب بتظهر وبتعمل كمان حاجة عجيبة يعني أنها بتنزل الملعب السياسي زي الأندية وقت الانتقالات تختف لعيبة وتحطها ما بيكونوش لمتفقين مع فلسفيت ولا مع فكرة ولا بيتم حتى مراجعة أي شيء يخص الجانب الفكري والتوجه الايدروجي للشخص اللي بياخدوه ده هي حاجة واحدة بس أنه عنده قدرة عنده عصبية معينة وهم بقى هيددولوا إيه ولذلك لما بيدخلوا البرلمان بعد كده حتى لو قدروا يعني يحصلوا على مقاعد بيبقى النواب الموجودين غير قدرين حتى على أن هم يعبروا عن ما يدعي الحزب أنه يمثل وجهة نظره أو أفكاره يعني عشان كده أنا بقول أنه يعني إحنا لو أنا بتخالي يعني من الناحة السياسية أن إحنا مازلنا في مرحلة إعادة بناء الحياة السياسية في مصر فإحنا محتاجين أنه يطلع قوة سياسية سواء كانت أغلبية مؤيدة أو معارضة أو أقلية معارضة بس تكون حقيقة ما تكونش مجرد ترخيص قانونية تمنح لمية وستة ومليش أجا عشر وفي الآخر رم مش موجودين يعني لو حرك سألت أي مواطن حتى ومقام ستة أحزاب بالكتير أوي وهيعرف كمان أسامي الأحزاب القديمة اللي ليها تاريخ الوافد التجامل واتنين ولا حاجة من الأحزاب اللي كانت عاملة شوية ضجة إعلامية بعد صورة يناير